موسيقى مرحبا طلاب شلونكم مش اخباركم ان شاء الله تمام اليوم رجعنا لكم بجزء جديد من الفصل الرابع اللي هو اللغة رتم الطبيعي وقبل لا ندخل بتكاملات الدوال اليوم راح اعرفكم شون تشتقون ذن الدوال للثلاثة جديد دوال جديد جبتلكم ثلاثة يحتاج تتعرفون عليهم وتفهمون شون تشتقون حتى باشر بالتكامل ما راح يضوجنكم تمام لذلك المحاضرة اليوم مهمة جدا لان تعتبر اساس تعتبر شنو اساس زين تعالوا طلاب حتى نفهم شون نشتق ذن الدوال للثلاثة اللي هنه اللين وال اي والأي اس اكس اول دال لعدنا هي مني هي دالة اللين زين دالة اللين شون نشتقها طلاب اول ما ابدي اقول واي فتح يساوي تقول لي اي وبعدها شون نشتق اللين مشتقته واحد على مقداره الي هو اكس تمام فيه مشتقة المقام الجديد فيه مشتقة منه المقام واحد على اكس على قيمتها يعني فيه مشتقة منه المقام الجديد تعالوا على هاي الامثلة انطبق وبشيء من السرعة واي فتح يساوي اي والله هاي لن لن فتقيمة زين لن فتقيمة شون تشتقها تقولي اعتياد واحد على القيمة نفسها مو فيه مشتقة المقام تقول لي اثنين اكس زائد اثنين طبعا هسا اذا تحب تبسط او لازم تبسط هنا تقول لي مجرد اضرب هذه بالبسط تصير اثنين اكس زائد اثنين على اكس تربيع زائد اثنين اكس ناقص واحد تمام زين مثال اخر ويساوي لن تقول لي ايها يعرف اش اشتقها شون تعرف تقولت هون اخذنا هالقاعدة يابا واحد على قيمتها للن اثنين ناقص كوساين الاكس فيه مشتقة المقام الجديد الاثنين مشتقة صفر والكوساين سالب ساين واني عندي سالب اذا حيصير موجب ساين الاكس ابسطها تصير ساين الاكس على اثنين ناقص كوساين الاكس اكو بيهم مباشرة يطفرون لديش الخطوة هم اعتيادي زين دالة اخرى هاي شين تقول لي هاي ما بيها لن اصلا يمعود قلت لك هسا ياخذ بيها لن اشتق هذا ما بيها لن اشتق على وضعيتك القديمة هس انت يعني شنو فاني بس دخلت لك اليوم اللين اذا لقيته تعرف تشتقي تقول لي هاي اشتقها ثنين اكس زائد تقول لي هسا لقيت لين زين اشتقه يا با على وضعيته لقيļ اثنين اكس واحد على ثنين اكس في مشتقة المقام زينو نختصر الاثنين واهي الاثنين يبقى ان ثنين اكس زائد واحد على اكس تمام زين هاي شون نشتقها تقول هاي شن هدالة مرفوعة تقولрист لك ايو والله فعلا دالة مرفوعة تقول عيني واني راح اشتاقها على انها دالة مرفوعة فانزل الخمسة وانزل داخل القوس مثل ما هو اس اربعة بعدين اشتاق داخل القوس داخل القوس شنو هو تقول لن اقول لك انت بعد تعرف تشتاق لن واحد على خمسة اكس في مشتاقة المقام اللي هي خمسة ممكن تختصر هاي وتبسطها شوي زين ويفتحة يساوي تقدر تشتاق لدالة الكوسين تقول لي دالة الكوسين اكو واحد ما يعرف يشتاقها سالب ساين والزاوية تنزل هسا منه بقى علينا الزاوية شنو مشتاقة الزاوية تقول لي اقول لك ترى الزاوية لن قلت له يا اخي نشتاقها على لن بعد هاي انت ريش خايف واحد على اكس في مشتاقة المقام تمام يعني دا شوف انت انا ما ادري اللن وين يطلع لي انا اشتاق على قاعدته مش رد تجيني دالة دالة لن شوف هسا هذني الاثنين حاليا في حالة ضرب يعني دوال في حالة ضرب حاصل ضرب دالة لن اذا شون نشتاق حاصل ضرب دالة لن تقول لي الاولى تنزل لما نروح للثانية شفتها لن زين شون تشتاق لن تقول لي على القاعدة واحد على 5X في مشتقة المقام 5 تمام زايد الثانية تنزل اللي هي لنة 5X في مشتقة الأولد واللي مشتقة الأولى 2X ها يعني اشتقيت اشتقاق عادي طلاب ممكن تبسطون هنا تختصرون هاي وياهاي والأكس وياهاي يبقى أنه X زايد منها كقدم يصير 2X لنة 5X تمام زين ودالة أخرى الشون اشتاق قللي أقول لك هاي دالة هي دالة لنة مبينة بس هذا الأكسل بالمقام ممكن تصعده فوق قلت لك إذا أنت مصير ليش لا ها سويت لك يا X السالب 3 بس ليش قلت لي والله الاشتقاق شوية ضوجيش هسا راح اشتق اعتيادي ويفتحه يساوي واحد على X السالب 3 في مشتقة المقام تقول لي سالب 3X السالب 4 اختصر هاي وياها دولي يبقى سالب 1 يعني سالب 3 X السالب 1 أنزلها للمقام هاي الأس السالب سصير سالب 3 على X هالشكل عرفنا شون نشتاق دالة الأي عفوا نلين وهس القاعدة الثانية شون نشتاق دالة الأي دالة الأي طلاب نشتاقها اشتقاقها أبسط بعد يقول تنزل نفسها في مشتقة الأس حاليا في مشتقة منه الأس معقولة يعني دالة بس نزلها نفسها واشتاق الأس بالضبوط هي دالة أسية يعني شغل كلها على الأس هي بس يجدي كور تمام هسة تقول لي والله هذه زين دالة لي شون تشتاقها تقول هاي بعض عرفته شون أشتاقها أنزلها نفسها نزلتها نفسها أروح أشتاق الأس 2X زائد 3 ساته بسيطة كلش زين هاي الدالة شون تشتاقها تقول لي هعود هذه ماكو أفاهم إلي fed هم نزلها نفسها اس جذر اكس في مشتقت الأس مشتقة الأس شيني تقول هنا جذر تربيعي شون تشتاق الجذر التربيعي مشتقت داخل الجذر على ثنيا في نفس جذر خلصنا زين هاي شيني تقول عمي هذه همدالة اي شون تشتاقها تقول لي يا أخي انزلها نفسها هنا يشتاق منه مشتاق الحكم اللي هو تان اللي مشتقته سيكن تربيع الأكس تمام زين هاي تقول ذنة حالة جمع كل وحدة واحدة يعني تعلمها بعد قلت لك ماشي هن من الذنة تقول وحدة من هن اثنين هن والله يعني أنزلها واشتقلوس هذه وحدة وهنا هم نزلها واشتقلوس شفت شون اشتقيناها بكل بساطة تقول والله شوفت زين وهاي تقول هاي شن هدالة مرفوعة هاقول لك شون تعرفها تقول يا أخي صدق شذب ما تشوفها الدالة كبره واش عرضها مرفوعة إلى أوس خمسة تنزل أكيد والدالة تنزل اي صير الأوس أربعة هس دخلنا جو القوس جو القوس لقينا الدالة اي قلنا لشون نشتقج قالت أنزل نفسي في مشتقة الأوس قلنا لها حلو زين هاي الدالة شون نشتقها طلاب هاي اي ديقولولي اقول لك هاي كوساين مشتقتها سالب ساين زين ولي اي ديقول لي هاي الزاوية مالتها عوفها بالبداية دير بالك تشتقها هس نضرب في مشتقة الزاوية زين الزاوية شون نشتقها يتقول شنها اي هاي اي والله اي اذن اللي تنزل نفسها في مشتقة الأوس الباي اكس عبارة عن باي طبعا هنا يحتاج تبسيط مجرد هاي اقدمها عساين وهاي هي ماشي طلاب اليوم انا حبيت اعلمكم شون تشتقون الدوال ذن الحمد لله علمتكم ياهن وهسا عدنا الدالة الثالثة طلاب يقول لك اذا كانت الدالة هي اي اوس اكس الاي هذا عدد موجب تمام زين هذا الاي شون نشتقها تقول لي حالة حالة لن يعني انزل نفسه عفوا حالة حالة اي انزل نفسه في مشتقة الأوس في لن العدد هاي الاضافة مالتنا فقط مفتهمت اقول لك باوع لي هسا هذا مو عدد اوس متغير تقول لي بالي زين عدد اوس متغير ينزل نفسه تقول لي نزلتها نفسه في مشتقة الأوس تقول لي اشتقيت الأوس في لن العدد العدد منه تقول لي ها العدد كان ثلاثة اذا هذي هي اشتقاقها زين سؤال اخر خمسة اوس كوساين تقول لي هاي خمسة اوس متغير نزلت بعدين في مشتقة الأوس سالب ساين الاكس بعدين في لن العدد اللي هو منه خمس هاي خليتن شنو بقفز زينو هذا هم مثال يتقول لي هنا هم نفس القضية عدد اسمه تغير ينزل العدد تمام في مشتقة الاس سالب ربع لأن هذه مو دالة كسلية نشتق بس البسط لأن المقام ثابت في لن العدد ها وبهالشكل هذا احنا اشتقينا لكم الدوالة لثلاثة كلش مهمات كلش مهمات كلش مهمات تمام وهس يا طلاب اريد اعلمكم على خواص اللن خواص اللن كلش مهمات ايضا اول خاصية يقول لك لن حاصل ضرب يتحول الى لن حاصل جميع يعني اوزع اللن على الضرب تمام زين تقول لي بالله شفتهم جميع اقول لك ارجعهم ضرب تمام زين لن حاصل قسمة يتحول الى لن حاصل طرح زين شفتهم انا طرح اقول لك ارجعهم ضرب واعتيادي ثلاثة لن اكس وس اين اتقول لي الان من حقي انزلها تصير اين لن الاكس زين بالله شفت اني عدد قبل الان اقول لك اصعدها استهرها ادير بالك زين لن الواحد تقول لي لن الواحد بصفر عافية زين لن الاي تقول لن الاي بواحد تمام زين واخر وحدة اللي هم مهمة ايضا لن عفوا اخر وحدة هي شي اي اوس لن الاكس اخر وحدة اي اوس لن الاكس هنا من حقي اختصر اللن ويا الاي لان وحدة مقلوب الثانية والناتج هو اكس دير بالك على ذن الخواص دير بالك عليهم كلش يعني راح يفيذنه بشكل مطبيعي ايضا ما اوصيكم طلاب القناة قناتكم رايدين دعمكم لايك اشتراك تنشروا رابط القناة بين اصدقائكم حتى توصل للكل وادري بكم ما تقصرون وما تبخلون به الشي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته